استاذ هاني تفضل استاذ هاني تفضل سلام عليكم ام الشيخ عليكم السلام وراحة البركاته استاذ هاني اتمنى على حض editors ان يتوط التلفزيون وتسمعني من التلفزيون لو تكرمت انا والله يافندي من الفوضة التانية بدي عن التلفزيون خالص طيب اتفضل استاذ هاني هزي حضرت عم الشيخ نعم وفضل الحمد لله سند لنا وان ان انت اتنوار لنا اطيرك يا رب انا يا رب ربنا يباركلكم حضرتك انا كون على المتزوج وعندي ولدين نعم. نعم. بقى لي اه اسع سنين من متجاوزة ان داخلت السنة العشرة. كنت اه موظف شركة تلمائية وحصلوا ظروف اترافات يعني. فطبعا انت عارف الكافة بيتميل بعد الوظيفة الاساسية. طيب. طيب. يعني كحارية اي شاب في البلد. اجل ظروف فترة عاد. تطرة كبيرة انت عارف ان الفترة ما بعد الثورة وتشتت البلد. انت حدقت طبعا ولدنا وفهم. طيب. طبعا جيت كنت مؤثر في حق بيتي الاول. طيب. اه جيت بعد كده حضرتك. بتاريتة عادل. وتاريتة اشوف حالي. على البد ما اقدر انا رجل شراب اليومية. طيب. اه سامح حضرتك كويس. اه هي حضرتك ممتنعة انها تديني حق الشرعي. طيب. اعمل معي مشاكل. اه اعملت تمكين عشان تقعد في البيت. يعني هي حتى مش مش عايزة تعيش معي يا فاندل. وحاولت بتفكتورة ان انا اصلاحها. يعني هي طبعا يعني عما رفع. 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 اي رفع التمكين انت كنت طبعا مطلعة برا الشقة. لا مش طبعا يا فاندل. مش مش حانت يعني ازاي اي زوج مع زوجة. فهي 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 غضبت في بيت اهلها. اه ده عمل التمكين وهي معي يا فاندل في البيت. انا فجئت. هي عملت اه اه عملت اه طلب تمكين وهي قاعدة معك في الشقة. وبعدين. اه. امام عم الشيخ. اه طب فين السؤال بقى استاذ. فين السؤال استاذ هاني. اه حاضرتك دلوقتي احنا من خمسة رمضان اللي قبل اللي فات. ما خلاص انا فهمت انا ممتنعة عن العلاقة الخاصة. احنا اخوات انت شايف حضرتك انا عمل مع ايه. اه. اه. ده 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 سؤال مهم استاذ هاني. هانتوا قاعدين مع بعض في نفس الشقة صح? اه يا فاندل. مس انا قاعد في الشقة اللي تحت مع والدتي. لان انا يا فاندل انا الشيطان ركبني من ناحيتها. انا راجل مصلي الحمد لله والله ما بسوش فرض. ما برضو انا بقدر شافة من ازاي الشيطان ركبك وانت بتصلي فانا اقول لك حاجة. تعالة بس نتكلم في شوية حاجات. ده اسمه احنا وصلنا الى حد التراكمات اللي خلت النفوس زي ما بينقول بالتعبير العام كده. يا النفوس تشيل. احنا عندنا مصطلح كده في الارشاد الزواجي اسمه احنا وصلنا الى حد الامتلاء الزواجي. هي امتلقت زواجيا فبقيت ما بتقدرش. ايا بتقولك كده. اتلاقي ايا بتقولك كده. انا ما اقدرش اسمع صوتك. ولا شم رحتك. ولا ابقى موجودة معك في نفس المكان. مش بتقول لك كده? هي قالت في اخواتي كده يا فندم. طيب. يبقى خلاص هي وسط. ونزلت ونزلت في العيد اللي فات يا فندم الكبير مش ده اللي قابليه. آآ طبعا كان حصلت ترابات نفسية فطبعا كنت آآ مش مزبوط. الترابات نفسية من آآ آآ استاذ رايني لاحظة بس الترابات نفسية من النوع. يعني هل حصل لك اكتئاب? حصل لك آآ بايبولر? يعني انا نفسي كتتتعبانة فكت مأثرة في النواحة البدنية عندي كتتحق زوجي. يعني فندم كانت قبل يتمتنع عني. عايز اقول لك خلاص. قالت لأمي. قالت لأمي واختي ده نوع سيء ما بيعرفش يعني. طيب خلاص. انا 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 اجاوب على انا اجاوب اجاوب على حضرتك يا استاذ زيني. بس يا استاذ زيني. خلينا بس نكون واضحين وصدقين مع نفسنا شويتين تلاتة عشان نقدر نحل. احنا ما بنقدرش في المسائل الزواجية. اول خطوة عشان نحل المسائل الزواجية. لازم نذكر الناس بقولي تعالى بالل انسان على النفسي بصير. لازم انسان يكون صادق مع نفسه. لان اي نوع من انواع الانكار مش هيفيد في حاجة. هيبقى كل اللي انا بعمله ان انا بجيب الغلط على اللي قدامي. وقد اكون انا بصل الى حد الظلم. طبع عشان ما نبقاش ظلمين. وهي كمان طبعا هي واقعة في شيء. لو انها فعلته من غير السبب. ولا من غير خوف. ولا من ان هي. ما بيحصل لاش اي اذى. هي كمان واقعة في الظلم لما بتمتنع عن علاقة خاصة. تعالوا بقى نتكلم. احنا في حالة استثنائية. انت قلت ان انت اصرت لمدة عشان سنين. انه يبدو ان انت مش اصرت بس ماليا. وكمان اصرت عاطفيا. واصرت كمان في العلاقة الخاصة. زي ما انا فهمت من كلامك. اللي حاصل ده بقى ده حالة معقدة. ليه حالة معقدة. دخلت فيها عناصر كتيرة. دخل فيها العنصر المالي. مع العنصر النفسي. مع العنصر الذي يتعلق بالعلاقة الخاصة. العناصر دي لما بتدخل بتخلي الحل المعتاد بان انت تروح تصالحها وتقول لها خلاص عني بتدي صفحة جديدة ما بيبقاش نافع اوي. هنا ساعتها لازم لازم نتعامل مع قولي تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لازم يبقى فيه تحليل زواجي دقيق. تحليل زواجي دقيق. عني وصل الى ايه? الانسدادات اللي حصلت. والامتلاء ايه سببه? لان التراكمات دي لها فلسفة. يعني هي التراكمات اللي عندها لها فلسفة. ان هو اصلا ما بيحبنيش. دي تراكمات. او ان هو انسان غير مؤهل للجواز. دي تراكمات بتبقى ديها. فلازم نعرف مسار التراكمات ايه? وده وتمش هيحصل غير لما نسمعكم منتو الاتنين. فالمسألة محتاجة ان انت تتفضل مشكورا. وانت في حتة وهي في حتة وده مش ما ينفعش خالص في مسألة زواجية. وده نوع من انواع تضيع النساء. ما تبعدش عنها. لازم انت وهي تكون مكان واحد. وانت اللي تحفظ نفسك. لو كنت انت سبت الدواء بتاعك اللي انت كنت بتاخده. وانت بتحاول يحصل عندك علاج نفسي. تاخد الدواء. وتتعامل معها بشيء من الرشد. لكن تخليها هي في مكان وانت في مكان. طبعا الشيطان عيمشي. هيلعب بدماغها. وكمان النفس الامار عتلعب بدماغها. ده مش مبرر ليها. لكن انا بوصف لك الحال. احنا متحتاجين بشكل واضح الى استشارة. محتاجين الى صوت الحكم. محتاجين الى نصيحة. وده معناه ان احنا ببساطة خالص. محتاجين ان احنا نروح لخبير. عشان نقدر نخرج من ده. فمرحبا بكم في مركز الاشياء الزواجي. عشان نقدر نتكلم. ونقدر نضع الاشياء في نصابها. ونقوم بالتحليل الزواجي بشكل صحيح. مالذي بشكل صحيح. مالذي بشكل صحيح.